لا تزال قضية إنشاء مكاتب الصرف بالجزائر تثير الكثير من التساؤلات رغم مصادقة المجلس النقدي والبنكي على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف التي تعتبر خطوة إيجابية للساحة المالية الجزائرية الهادفة لامتصاص الكتل النقدية المتداولة في أسواق الصرف المواسية رئيس الجمهورية أعطى 54 نقطة وكان طلب على سرعة لكن لا نفهم لحد اليوم كخبراء لماذا لم تنطلق هذه المكاتب الصرف بعدم انطلاقها تعطي صورة سوداء على السوق الجزائري المشكل الكبير موجود لحد الآن في تعليمة من سيمول هذا السوق هذا المكاتب الصرف المركزي أم الحكومة أم الخازينة العمومية لحد الآن ولا واحد فصل حتى المجلس الأعلى للتوازنات المالية لم يستطع أن يفصل في هذه القضية العويصة والكبيرة تأخر فتح مكاتب الصرف من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد الجزائري ككل خاصة مع تواصل وتعنبق الفجوة بين السوق الرسمية والسوداء للعملات الأجنبية التي بلغت مستويات قياسية تجاوزت 240 دينار جزائري للأورو الواحد ستؤثر على الاقتصاد الوطني كيكون عندك نسبتين من العملة نسبة في السوق الموازي والنسبة في السوق الرسمي اللي وصلت إلى أكثر من 45% بعدما رأوا في البنك الأورو رأوا في البنك 146.20 نصيبه 242 في السوق الموازي وهذا يؤثر كثير خاصة استثمارات الأجنبية عندما يرون أن هناك نسبتين والفرق بينهم يصل حتى 42-43% هذا خطأ كبير في الاقتصاد وهذا سيدفع حتى المستطميرين الرسميين الأجنب باش يرحوا لهذا السوق وبينما تتضارب الأرقام حول حجم الأموال المتداولة في شريان السوق السوداء لصرف العمولات فإن تقديرات الخبراء تشير إلى مليارات من الدولارات يجري تداولها سنوياً ما يستدعي تضافر الجهود لامتصاص هذه الكتلة للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني